قال المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في كلمة أمام جلسة مفتوحة بمجلس الأمن لبحث آخر التطورات في اليمن أن تزايد العنف في اليمن أدى إلى ترد الوضع الإنساني بشكل كبير ومحذرا من عراقيل وتحديات متزايدة أمام المنظمات الإنسانية السعية للوصول إلى المناطق المتضررة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم ولن تخضل اليمن حسب قوله كما اعتبر ولد الشيخ أحمد أن الجيش اليمني قادر على مواجهة التطرف الذي يتزايد في الأراضي اليمنية خلال الفترة السابقة ودعا ولد الشيخ أحمد كافة أطراف النزاع اليمني إلى الالتزام بوقف الأعمال القتالية لإعادة استئناف المفاوضات اليمنية